السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية تغيير اللغة في تطبيق تويتر او منصة اكس حسب التحديث الاخير فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كلها لكم تسوونها تفتحون التطبيق بهذه الطريقة فمن هنا تروحون على الصورة الشخصية الخاصة فيكم وبعد كده تروحون على الاعدادات والدعم ومن هنا تضغطون الاعدادات والخصوصية فرح تفتح معاكم هذه الواجهة تنزلون شوي تحت رح تحصلون تسهيلات الاستخدام والعرض واللغات تضغطون عليها ومن هنا تضغطون اللغات وبعد كده تضغطون على اول خيار اللغة المفضلة وبعد كده تضغطون تحديث اللغة فهنا لو تلاحظون معلق معنا التطبيق بهذه الطريقة عشان نحل هذه المشكلة تنزلون شوي تحت وبعدين تضغطون عرض المزيد فراح يكون برضو معلق معاكم بهذه الطريقة فتختارون اي لغة لنفترض هذه اللغة الثانية الآن وبعدين تضغطون التالي فلو تلاحظون تم إعادة تشغيل البرنامج ولكن باللغة الجديدة فالآن نضغط مرة ثانية على هذه الأيقونة وبعد كده تضغطون على هذه الأيقونة فكذا بيكون حلت معنا المشكلة وظهرت عندنا جميع اللغات تقدرون تختارون اللغة الإنجليزية أو العربية أو أي لغة ثانية نفترض مثل العربية الآن وبعد كده تضغطون على هذه الأيقونة وكذا لو تلاحظون تم إعادة تشغيل البرنامج باللغة الجديدة فكذا تقدرون تغيرون لأي لغة تبغونها فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلام